لحظة الوصول لفوهة بركان برومو بسم الله الحمد لله المنطقة هذه مرتفعة عن مستوى سطح البحر ب2400 متر حجم الفوهة مساحتها 4 كيلو متر الآن أنا برحلة النزول من الجبل طلعت بالدباب الصغير شوفوا كيف الحمام أنا بين الحمام الآن قصي نظر الحمام قص قاعد أسوق بحذر ومعي كاميرا هذا الجبل يعتبر موطن لتسعين ألف شخص من سكان تينغريس الأصليين الذين يعيشون على سفوحه وهم أقلية عرقية هندوسية يسكنون هذه المنطقة التي تقع في جاوة الشرقية والذين لجأوا إليها في تاريخ قديم قبل الإستعمار الهولندي لإندونيسيا عند سقوط إمبراطورية ماجباهيت هربوا ولجأوا إلى المنحدرات العليا من جبل برومو على الرغم من أن غالبية سكان جاوة تحولوا إلى الإسلام إلا أنه لا يزال هذا المجتمع الفريد من نوعه يتشبث في معتقداتهم القديمة من أيام ماجباهيت على غرار الهندوسية في جزيرة بالي والمحاذية لهذا الجبل بركان برومو يسمى بالبركان الجائع تتوقعون ليش سمية بالبركان الجائع؟ جولة سريعة حول المنطقة وأعلمكم ترجمة نانسي قنقر سكان تنغريس أو شعب تنغريس يعبدون الأوثان والأكثر غرابة أن هذه الأقلية العرقية الهندوسية لديهم مهرجان سنوي غريب يسمى بدنيا كسادة رغم هذه الانفجارات البركانية في هذا الجبل إلا أن المئات من سكان تنغريس يقومون بالتجمع حول فوات هذا الجبل في مهرجان سنوي يلقون فيه القرابين الغذائية المتمثلة في الفواكه والخضروات وحتى المواشي الماعز والدجاج وحتى الأبقار ويستمر هذا التقليد نحو شهر كامل وبحسب العادات والتقاليد فإن التضحيات للبركان تقدم حتى يوما هذا وفي قديم الزمان قبل السعمار الهولندي بدأت هناك طقوس للتضحية البشرية في إلقاء الأطفال كتضحية بشرية للآلهة الحمد لله على نعمة العقل الدباب بدأ يزحف معي واو واو شوفوا واو شوفوا المنتجة واجهت مشكلة كبيرة وأنا نازل من جبل برومو نازل على الفرامل والظاهر الأقمش الأمامية صارت هوا الآن ما تمسك مرة والطريق نازل نزول حد الفرامل الخلفية فقط هي اللي شغالة معي بشكل نسبي فمضطر أني أنزل بالدباب على رجولي شوي شوي اللي ما أوصل الفندق اللي تحت وأشوف دبرة للفرامل لأنه الأقمشة راحت فيها خلاص اضطريت أني أخذ لي مكان ارتاح فيه خدت لي الهومستي الحلو النظيف هذا الدبابي هومستي فاضي ما في لأنا حطينا الواي فاي الباسورد وهنا للخدمات السياحية وبرامج السياحية وعنوانهم هومستي فاضي ما في أحد هو رفو مرقمة واحد اثنين ثلاثة اربعة هنا رقم خمسة ستة فاضية للقربات هنا يجون يسكنون فاضي ما في أحد أنا غرفة رقم واحد سرير وحمام نظيف زي ما تلحظوا ما شاء الله حاجة تمشي الأمور ويمشي الحال حالين ما سأطلع الشمس بكرة هذا هنا مسموين طاولة هذا الدباب هنا موقفوا مسموين طاولة للقربات يسألون لهم بوفين مغتوح هذه طاولة الجلوس شوفوا المنظر الجميل اللي أنا شايفه أنا طلعت أمشي بالمنطقة الخارجية للهومستي اللي أنا ساكن فيه السماء ملبدة بالضباب شوفوا شوفوا ما شاء الله جمال المنطقة على هذا الأساس أنا اضطريت أخذلي الهومستي هذا على الأساس أرتاح فيه ألين بكرة الطريق النزول خطر زي ما تلاحظون أنا ثقلت على فرامل الدباب عبت هوا أو أنها نحرقت أنا ما أفهم بالميكانيكا كثير جلست شوي لما بردت الفرامل رجعت الفرامل تشتغل مرة ثانية الحمد لله الأمور تسهلت بس أنا قلت أفضل أنه أنا أخذ في الهومستي هذا إلى بكرة الصباح في جبل برومو يعج بالنشاط والحيوية بما أنها منطقة سياحية يكثر فيها السياح من جميع أنحاء العالم في أحد مناطق الجبل تقع المدينة الملونة ويقصدها السياح للتصوير الفوتوغرافي في الصباح الباكر على هذا الجبل يتوجه السياح للمنطقة المقابلة لبركان برومو لرؤية شروق الشمس وبعد شروق الشمس يتوجهون إلى المناطق المحيطة لبركان برومو والتي يعج فيها السياح وتشاهدون حركة الجيوب الفور باي فور والخيول لنقل السياح إلى جبل برومو في رحلات سياحية وتستمر هذه الحركة إلى قبل الغروب الشمس بساعتين تقريبا ثم الجميع يغادرون هذا المكان اللم في الهومستي واليوم أنا تقريبا مريض رسمي يعني مزكّم وعندي احتقام في الحلب لسبب أنطار أمس وطلوعي لبرومو منطقة مرتفعة باردة فأصدت بالمرض الحين أنا إن شاء الله متوجه بإذن الله إلى سوربايا ألغيت فكرة مروري بملنقي إلى سوربايا لإقتصار الوقت حبيت أني أروح سوربايا أنا فيها يوم ومن إن شاء الله أتوجه لوارو في جزيرة مدورا على أساس أسلم الدباق للربع أنا جاهز لحين الإنطلاق وهذا جبل برومو التقاط السريعة بالمنطقة المحيطة اللي أنا وقف فيها الآن على أساس أصور لكم المنظر الجميل أشجار دائر مدار علي وأنا حول الجبال الآن في طريقي إلى سوربايا من هالطريق بشوفت كيف الطرق متعرجة وجميلة الآن الأجواء ضائمة وماطرة بشكل خفيف ودرجة الحرارة الآن أتوقع عشر درجات الساعة عشر الصباح بسم الله الرحمن الرحيم الآن تبدأ انطلاقتي لمدينة سوربايا موسيقى 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 هذه منطقة مزارع الآن مزارع الكرومب مزارع الجرجير تقيلوا جرجير في اندونوسيا أول مرة أعلم أنه في جرجير في اندونوسيا في المنطقة هذه في مزارع جبل برومو رائع شوفوا كيف من شاء الله بجواب القيادة حيما تكون حذرة شوي حاوية ترى هنا على اقتفاع أكثر من 2000 قدم حاوية كبيرة هنا بس عشان مع الضباب ما تشوفون شي أنا الآن مضطر قفس الخلاص الطريق ما له في نزول أشوفكم إن شاء الله بعدين هادي آخر كثير وآخر ارتقاطة لكم شوفوا كيف حجم الأشجار وشكلها الجميل اشتركوا في القناة